جلسة لم يكتب لها أن تعقت فالخلافات التي كانت السبب وراء تأجيلها في المرة الأولى هي السبب أيضا في عدم انعقادها في المرة الثانية العضاء الكرد من الحزبين الديمقراطي الكردستاني مع الاتحاد الوطني وعضو الكوتا عن المكون المسيحي لبوا دعوة المحافظ بالوكالة لانعقاد الجلسة التي تخلف هو عنها أمياد مان أويكا بتوانين لداها تدا أملنا أن نصل الاتفاق بين جميع الأطراف في قادم الأيام ليس هناك حل سوى الجلوس على طاولة الحوار والتفاهم والتوافق فيما بيننا لكي نخدم مواطني كاركوك وهذا مطلب الجميع ويجب أن نحققه نحن هاي ثالث مرة الجلسة الأولى في واحد اثنين وتمت إلغاء الجلسة وتأجلت إلى يوم خمس اثنين واليوم الجلسة نحن حاضرين بالنسبة للكتل السياسية الاتحاد الوطني كردستان والديمقراطي والمكون المسيحي لديهم حضور من الساعات الأولى من الجلسة ومنتفقين على أن هذا الجلسة جلسة بروتوكولية جلسة افتتاحية تشريفاتية مع ذلك بالنسبة للكتلتين العرب وتركمان لم يحضروا الجلسة التي من المفروض أن يتم فيها اختيار المحافظ ونائبيه مع رئيس المجلس ونائبه كتب لها الإخفاق ما أدى إلى لحباط لدى المراقبين الذين أكدوا على أن ذلك دليل على غلبة المصالح الخاصة على المصلحة العامة والتي هي من المفروض أن تكون ضمن أولويات أعضاء المجلس لكن واقع الحال يعكس خلاف ذلك أعتقد هناك خيبة أمل من قبل المواطني كاركوك لأنهم ينتظرون هذا المجلس الخدمي وليس المجلس السياسي المختلف حزبياً ومختلف إيدولوجياً حول مسألة المناصب وغيرها المواطن ينتظر خدمات لا يهم من يكون هو المحافظ وليس المجلس على ما أعتقد نحتاج إلى رؤية مشتركة توافقية تقرب وجهة النظر الخلافات وعدم التوافق كانت وراء الإخفاق في عقد الجلسة الأولى لمجلس محافظة كاركوك لتؤجل الإشعار آخر لحين حصول الأطراف المقاطعة مبتغاها لتكتمل الديمقراطية المقنعة جيار سعيد زاكروس تيفي كاركوك